راح السيسي جري على امريكا عبر اللقب السهيوني وعبر الانتانيان انقذوني جه ترام جاب الناس واقعدوا مع بعضهم ودخلهم المكتب زي التلامزة في الصورة اللي انت فاكر ايه اللي حصل ولا حاجة اثيوبيا قيت ابوك على ابو الوكيل بتاعك على ابو الكافيل بتاعك اثيوبيا لديها حكومة منتخبة لديها قوة تستمدها من شعبها ومن نظافة يدها ومصر ليس لديها هذا على الاطلاق مصر لديها رئيس مختصب للسلطة وعسكر رصوص وليس لديها اي دعم من شعبها واراهن حتى يوم قيامة لو قاعد مية سنة لو فتح الماديل للناس ونزلت بهدوء شديد مش هيقدر يفتح دخلت واشنطن على الخط في خمستاشر وزوتاشر نوفمبر اجتمعوا قال لك هنستمر في المفاوضات يعني معناها ان ما فيش ايه نتيجة في ديسمبر عملوا جولة تانية في القاهرة في كانون ديسمبر في 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 ديسمبر اللي فات برضو عملوا جولة في الخرطوم في برضو ديسمبر انعقاد الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية في الدول التلاتة بقيت الدول راحت فين كل سنة وانت طيب شارك البنك الدول شاركة وزارة الخزانة الامريكية وكل سنة وحضرتك طيب ده خبر من سنة عشرين ده لسه ده شوان دخلنا في عشرين اهو واشنطن استضافت الناس تاني سليم يا اساس ولتقييم نتائج الاجتماعات الاربعه السابقة وقال لك فيه بنود وست بنود قلت لك ما فيش اي حاجة تحسن حصل ولا لا وعرضت لك الفيديو مبيرا تمانية وعشرين يناير يعني من شهر الا شهر بالزعب تاني واشنطن تستضيف ستة وعشرين فبراير اثيوبيا لن تشارك في اجتماعات مفاوضات سد النهضة في العاصمة الامريكية تمانية وعشرين وتسعة وعشرين ليه كده يا اثيوبيا انا عندي حكومة مدعومة من اين من الشعب انا ديمقراطية انا ليس عندي اعتقالات سياسية ليس عندي واوة وليس عندي حكومة عسكر يا اثيوبيا هنعمل عليك القلاب ساقف ضدكم واراهنكم الان انا حمزة زوبع بكامل قواء العقلية ان السيسي يحاول احداث القلاب في اثيوبيا وفشل وسيفشل لو مش مصدقني بكرة التاريخي ايه يقول لك وكلما زادت تدخل او محاولة التدخل المصري في اثيوبيا سياسيا لتغيير المعادلة السياسية كلما وصلت الاخبار الى اثيوبيا وعلمت بها وازدادت عن نطعها وسيزداد واحنا هناكل حوا والكلام اللي قالوا البقف ده مايلزمش بتعريفة لانه ضحك عليك وضحك عن الناس وخد منك فترة رئاسة تانية وعدل لك الدستور صح وفي الاخر بتقول لها ان انت بتشرب ايه لو اخذ بتشرب مانيجوانا بتشرب حاجة من اللي بيشربوها العالد في امريكا لو في حد حد هل وجدتم ما وعدكم السيسي حقا ابدا السيسي ليس عندها مفيش عندوش اي وعد يعده عسكري هو وعد فاشل مسبقا ليه لان احنا عرضنا هنا في التسجيلات في التسليمات ان نقول لهم ايه ونقول لهم بقى الحاجات كده ونديهم شوية اشعاعات ونجيب الواد فولاد دي قضية ادارة دولة بالفهلوة مشروع باعوه اسمع من اخوك باعوا المية وباعوا ترانو سنفير كما باعت السعودية الاسلام قولا وحدا